تكلم عن الربا قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا قال سيدنا عمر رضي الله عنه لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه رواه البيهقي الربا حرام معلوم من الدين بالضرورة حرمته ويحرم فعله وأكله وكتابته وشهادته وأشد أنواعه حرمة ربا القرض وهو كل قرض اشترط فيه جر منفعة للمقرض وحده أو له وللمقترض